عندما خرجت تظاهرات تشرين في أول بزوغ فجر لها كان حلم الشارع العراقي أن تتحقق عملية سياسية تنتج عن ديمقراطية لا تغير الوجوه فحسب بل تغير النهج يبزغ فجر تحالف سياسي جديد في بغداد يحمل اسم قوى الدولة الوطنية باندماج تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يضم هذا التحالف قوى سياسية انبثقت عن انتفاضة تشرين تنظيم الداخل في حزب الدعوة أعلن عدم مشاركته في الانتخابات مرجع أن الأسباب إلى إجراءات غير كافية لمنع حدوث تزوير وتوافر تدخلات إقليمية وسلاح غير قانوني في الحالتين تتشكل تحالفات جديدة وأخرى تنسحب أو تعترض على آليات البناء للعملية الانتخابية فيما الهدف الأسمى من كل هذا يريده الشارع العرقي بتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وآمنة حرة في اختيار المرشح دون إجبار ونزيهة من حيث ابتعادها عن المال الأسود وآمنة تضمن روح العرقيين دون قتل وترهيب واغتيالات لإطارة فوضى الدم من جديد وبالقرب من هذا كله فإن الحذر من تصاعد الأزمات في العراق في الأيام المتسارعة قبيل إجراء الاقتراع قد يفتح الباب على التكرار فوضى بما يؤكد مرارا وجود قوى خفية تسيطر على المشهد وهذا لسان حال العرقيين أنفسهم الذين يخشون تحقيق مكاسب وصناعة دعاية انتخابية تصنع لهم الفارق في أرقام الاقتراع وهو ما يقتل أحلام أحزاب تشرين التي تريد المشاركة في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر